السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا في احسن حال نهاردة مع بعض هنشرح غرزة سهلة جدا وبسيطة اه هننفزها لأي عمل طب عشان نبدأ الغرزة هنبدأها على مضعفات العدد اتنين بضاعف العدد اتنين زي ما انا عايزة وفي الاخر بزود غرزة واحدة بس ايه مضعفات العدد اتنين زائد ونحن عندي كمان الاول وفي الاخر غرز الحفة طيب عدد السطور كم سطر خمس سطور في العينة الاولى لكن بنيجي نكرر بنكرر من السطر التاني للسطر الخامس هنبدأ مع بعض في السطر الاول هنبدأ بغرزة حفة بنشتغلها غرزة عيد الملفة الخلفية كل الغرز هنشتغلها بعد كده كلها بالغرزة المقلوب وهنقفل السطر بغرزة حفة يبقى مرة تانية عدد السطور خمس سطور في العينة الاولى لكن اما باجي اكرر بكرر من السطر التاني للسطر الخامس عدد الغرز مضعفات العدد اتنين زائد واحد في عندي غرزة في الاول وفي الاخر دولة من غرز الحفة خلاص كده هنجي نختم بغرزة حفة يبقى كده السطر الاول خلص مع بعض هنبدأ فيه السطر التاني هو السطر امامي هنكرر فيه غرزتين بس هنشوف هنشتغلهم ازاي هنبدأ بغرزة حفة من اول هنا هنبدأ فيه تكرار غرزتين الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عيدل من اسفل يعني مش هشتغلها من فوق لا هاجي في الفتحة دية وادخل الابرة اليمين واشتغلها غرزة عيدل من اسفل طيب بعد كده هعمل ايه؟ الغرزة التانية هشتغلها غرزة مقلوبة بس خلاص هم دول من انا هكررهم يبقى غرزة عيدل من اسفل وغرزة مقلوب لغاية ما يتبقى عندي غرزة واحدة بس مع بعض انتابع ترجمة نانسي قنقر خلاص كده انا خلصت الغرزتين اللي انا بكررهم فيه الساطر الثاني اتبقى عندي غرزة واحدة بس من غرز العينة هشتغلها ايه؟ هشتغلها غرزة عيدل من اسفل وبعد كده هنيجي نختم الساطر بغرزة حفة بيبقى كده الساطر الثاني خلص ودلوقت هنشتغل فيه الساطر الثالث هو الساطر خلفي شغل الساطر الثالث زي الساطر الاول يعني هنشتغل كله بالغرزة المقلوب هنبدأ بغرزة حفة وننهي بغرزة حفة لكن غرز العينة كلها هكون بالغرزة المقلوب الساطر الرابع ساطر امامي هنبدأ اول حاجة غرزة حفة طيب غرز العينة هنعمل فيها ايه؟ هنكرر غرزتين الغرزة الاولى هشتغلها غرزة مقلوب والغرزة التانية هشتغلها غرزة عيدل من اسفل يبقى مش من هنا لا هننزل الفتحة دية هدخل ابراق الينين واشتغل غرزة عيدل من اسفل بس خلاص هم الاتنين دولم دولم لانا بكررهم لغاية ما يبقى عندي غرزة واحدة بس مع بعض نتابع ترجمة نانسي قنقر كده خلاص الغرزتين خلصوا اللي انا بكررهم فيه السطر الرابع يبقى عندي غرزة واحدة من غرز العينة هشتغلها غرزة مقلوب وهنيجي نخدم السطر بغرزة حفة وصلنا للسطر الخامس والاخير هنبدأ وهنشتغل الغرزة الاولى هشتغلها غرزة عيدل من لفة الخلفية بعد كده هنبدأ في غرز العينة كل السطر هيكون عندي بالغرزة المقلوب يبقى السطر الاول والسطر التالت والسطر الخامس شغلهم بالغرزة المقلوب خلاص كده العينة عندي خلصت اشتغلنا كم سطر اشتغلنا خمس سطور للعينة الاولى لكن ما باجي اكرر بكرر من السطر التاني للسطر الخامس كده خلاص الشغل العينة خلصت خليني بسته قبل ما اقفل الفيديو اوريكو العينة بعد ما اشتغلناها وكررنا سطور العينة اكتر من مرة وده الشكل النهائي بعد ما قررت العينة مرات كتير شايفين ادي شكلها جميل ده طبعا شكلها من الامام الغرزة هتنفع معاكم لاي عمل اي مشروع انتو حابين تشتغلوا به الغرزة هتنفع معاكم وكمان تنفع في اي خيط خلينا كمان نشوف شكلها من الخلف هو ده شكل الغرزة عندي من الخلف كده خلاص الفيديو كده خلص اتمنى ان يكون الفيديو شرح وواضح وينال اعجابكم انا بشهر كل من شاهد الفيديو حتى النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته